وأريد أن أقول كلمة أيضاً ذكرني بها هذا الأفاضل قال لي أن بعض الناس الأغنياء لأثريات تجار يخافون يخافون من الحراك ويخافون مما هو آته قلت له ولماذا يخافون؟ قال مش عارفين الغموض مش عارفين وجاء قلت له الآن راه الوضع حابس البلاد حابسة بكل ما تعنيه الكلمة لكن عندما تأتي الدولة المدنية التاجر الكبير أو المصنع أو اللي عنده شركة أو ما يضطرش يكون عنده حنش عقيد أو رائد أو جنرال يدخل معه الشريك في السر لكي يمرر تجارته ما يضطرش المسؤول الكبير في لادوان لكي يدخل تجارته ما يضطرش المسؤول الكبير في الشرطة أو في الدرك لكي يعاونوا على لزامبه ما يضطرش كل شيء سيكون شفاف الناس القادرة اللي ستنجح الناس الفاشلة تبتعد فتنهض البلاد إذن إخواني التجار والأثرياء والأغنياء ما تخافوش ما تخافوش حتى الذي ربما اكتسب ماله بطرق ملتوية في نهاية المطافة عندما تأتي دولة العدل والحق والقانون ستجد دائما الحلول اللي ترفع الاقتصال ولا تضر الناس ومن الأفضل لكم أن تعيدوا جزء من الأموال التي نهبتموها على أن تبقوا تحت حكم الحنوشة وتحت حكم اللي لازم تتفعلوا كده وتتفعلوا كده دولة المافيا اللي رهي قايمة اليوم هذه مافيا مش حاجة أخرى وخلاصة القول هذه المحاكمة هي محاكمة تغلب على جناح آخر وفي النهاية بعد ما يجوا بالرئيس تاحهم راح يعفوا على هذه المافيا لأنهم كلهم صحاب وشوفوا برك الصور نتاحهم باش تلقون بلي كانوا دائما مع بعضهم حي الله أحرار البلاد في كل مكان سننتصر بإذن الله سننتصر هذا الشعب سينتصر وهذه الطغمة ستسقط ودولة الحنوشة ستتفكك لتقوم مقامها دولة الشعب الدولة المدنية حي الله أحرار في كل مكان ترجمة نانسي قنقر